اهلا بكم كان عاما مليئا بالنكسات والمصاعب وكان عاما مليئا بالتحديات والاستحقاقات وقد يكون العام 2020 من الاصعب الذي مر على لبنان واللبنانيين منذ عقود انها سنة الانهيار الاقتصادي بطالة مرتفعة غلاء فاحش فقر مطقع والاصبق اصعب ان لا افق للحل انها سنة التباعد الاجتماعي فرض فيروس كورونا نفسه ضيفا ثقيلا على لبنان والعالم وينتهي العام 2020 على مشارف كارثة صحية في ظل ارقام قياسية باعداد كورونا وعدم قضية القطاع الطبي والاستشفائي على مواكبة هذه الارقام انها سنة الافتراق السياسي ابتعدت الناس عن احزابها بعدما بات الولاء الوحيد للقمة العيش ووقع الفراق بين الاحزاب السياسية الذين اختلفوا على المصالح الشخصية ولم يتفق يوما على مصلحة الناس والمواطنين اما العام 2021 فيشق طريقه بصعوبة حاملة تحديات العام 2020 وسط غياب اي امل بتحسن الواقع الاقتصادي والمعيشي او ببناء دولة قوية قادرة حامية لابنائها فهل يكون العام 2021 عام الانفراج او الانفجار جردة حساب للعام 2020 اجريها اليوم مع ضيفي الخبير في الاقتصاد وقطاع الطاقة المهندس ادمو شمس اهلا وسهلا فيك استاذ ادمو يعني عن جد الاصعب يمكن ال2020 اللي مرت على اللبنانيين حتى رغم انه نحن شفنا جميع انواع المصائب من حروب من انفجارات من اغتيالات من ازمات سياسية واقتصادية ولكن يمكن يجمع اللبنانيين انه ال2020 كانت الاصعب بداية هم بدي اشكرك على استضافتك لقلي وبحييكي وبحيي المشاهدين وبتمنى انه 2021 تكون سنة خير وسنة محبة وسنة فيها بداية لا اعادة استرجاع القرار اللبناني استرجاع السيادي اللبنانية استرجاع وانهاض لبنان من هالأزمات الكبيرة لانه اليوم معظم اللبنانيين فقدوا الامل بالمستقبل باللبنان والقسم الاكبر عم بيحاول يهاجر واللي عم يقدر يهاجر ترك بعد الانفجار المرفع اليوم عم نودع سنة 2020 من اسوأ السنوات اللي مرت بتاريخ لبنان وحضرتك اسكرتي هلأ انه بسنة 2020 شهدنا كتير امور بداية الكورونا بلش باول ادار بطريقة اوية وبعدين انهيار المالي والافلاس اللي حصل رسميا بشهر ادار وكان مبلش من قبل المصارف بواحد نوفمبر 2019 من بعد ثورت 2017 وفتحت المصارف ابوابة بطلت المصارف تعطي اموال للناس بطلت تعطيهم دولارات اللي هني اودعوها بالمصارف وبطلوا يحاولوا مصريات الناس لبرة لضرورات عائلية وشخصية ودفق صوت جامعات وضرورات اخرى ولكن بالوقت نفسه المصارف اللي هي خالفة القانون بطريقة كتير واضحة وفاضحة انه حولت لناس وخاصة السياسيين والاشخاص اللي مقربين من السياسيين ومتنفذين وما حولت لناس مثلي ومثليك واشخاص عاديين واستكمل هيدا باجراءات تعسفية يعني اليوم مثلا بتروحي على المصرف واحد عنده مليون دولار بيقليك بعطيكي 4000 دولار على 3900 بالليرة اللبناني معقولي هيدا واحد جايب مصرياته وتعبين فيهم من برة عم بيشحدوه اول شي جزء من مصرياته ياريت قالولو هنعطيكيهم على سعر صرف 3900 تعخذون كلهم صرفون وخصار 60% حتى هيدا مع مياته بعدين صار الافلس رسميا اعلنت لانه الحكومة اللي 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 اللفه واللي اللي اللفه هي الطبقة السياسية زيتها اللي هني تشاركوا بالسلطة 92 وكانوا يعملوا حكومات كلها حكومات محاصصة حكومات هي كان فيها سوق إدارة كانوا يجيبوا اكتريت ومعظم الوزراء هني من ازليمهم من اتباعهم من مستشارين عندهم من اشخاص بيوجههم بالرموت كنترول او بالواتس اوب وبيروحوا على مجلس وزراء بنفسوا او بيحكوا باسم مجلعياتهم سياسية وبيقولوا هاك بتمشي وهاك ما بتمشي مجيبوا اشخاص مستقلين تيعملوا عملية ادارية فعالية للبلد لحتى نكون مثل ما لبنان واللبنانيين ناشحين برة لبنان بإدارات شركات كبيرة هو الأصعب يمكن استاذ قدمو انه ما كانت يعني اللبنانيين ملمسوا محاولات جدية للخروج من هالأزمة يعني حتى الحكومة اللي تشكلت وانه حكى عن خطط ومشاريع ستكون واصلاحات وغيرها ولكن بأرض الواقع لما شفنا الخلافات السياسية كانت عم بتتعطيل اللبنانيين يعني الأمل اللي فقدوه انه انه صحيح وصلنا للانهيار بس الأصعب انه ما حدا عم يشتغل لا يطلعنا من هالانهيار هلأ في شغلتين في زيادة عن الانهيار اللي حصل بإدار هو انفجار المرفأ وطريقة تعاطي الطبق السياسي وانتي بتعرفي انا ساكم بالأشرفية بيت الدمر كليا ورجعت عملته عن جديد عم بحكي بالداخل وكل محتوياته وانا غيري كتير ناس يمكن انا كان عندي الادرة اني اقدر رجع بيتي وبعد اليوم ما رجع مثل ما كان يعني محتويات ولكن كان عندي الادرة بطريقة سريعة ارجع زبط بيتي بس في ناس كتير ما قدت عملت هالشي لهلأ بعد ما رجع وانا اللي بدي يقوله الحكومة والدولة وكل المسؤولين تعاطوا بطريقة كأن بزنس يعني طريقة استخفاف ما اهتموا لا باللي توفوا لا بالمصابين لا بالدمار ما رحوا زاروا الناس على الارض يعني نطر وتأيجي الرئيس الفرنسيوي وتتجمهر الناس حواليه الرئيس ماكرون ويقولوا بدينا نسقط النظام بدينا نسقط الطبقة السياسية يعني انا اللي بدي يقوله لأ نحنا اليوم عم بيصير فيه عملية برأيه اجرامية من قبل طبقة السياسية فاسدة طبقة السياسية سرقة البلد طبقة السياسية فقرت الناس واليوم الناس كلهم عم بيفكروا انه الافضل نترك لانه ما بقى فيه امل ما بقى فيه امكانية نعمل اي شي بلبنان كل شي نهار فنحنا اليوم بأزمي كبيرة هلأ انه ألفوا حكومي على اساس حكومة مستقلين مزبوط حكومة الرئيس دياب لكن للأسر دياب الأداء انه مش هلأ فيه شغلتين الواحد يكون كمان موضوعي أنا بمحلات كتير ينتقت الحكومة ومن يوم تشكيلة وتكليف الرئيس دياب أنا كاتب على تويتر توقعت انه الانهار المالي حيصير كام شهر ديسمبر تاني يوم كلفوا الرئيس دياب وقلت انه هيد الحكومة ما حتعمل شي والانهار المالي حيصير بشهر إدار هلأ أكيد الواحد بيتعطى شأن عام وبيعرف الاقتصاد وبيعرف المال ودير شركات وإلى هالأمور ودرس التفاصيل اللبنانية بيقدر يتوقع هالشي يعني منه غريب أبدا ها أول شي تانيا نوعية الوزراء اللي اختاروها مع اني أنا ما بعرف حدا منهم إلا كم واحد ولكن نوعية الوزراء مش الوزراء اللي انت فيك التكليليون المستقلين يكلم عن الكلمة اللي قادرين هن يعملوا خطط ويعملوا عملية انقاذ فللأسف جيبوهم مستشارين والمستشارين جيبوا مستشارين يساعدوهم يحطوا خطة ولكن هيدا عجنب الجزء الأهم انه الطبقة السياسية اللي هي نهبة البلد هي بعدما وجدي بالسلطة وهي وراء تشكيل الحكومة فاليوم كيف ديك تتوقعي من طبقة السياسية هي نهبة البلد انه هي تجيب الحال هي تعمل حال ما بده يصير انت عندك شركة شركة عالمية حطيت رئيس تنفيزي معه هو يجيب المدراء الكبار المدراء معه نائبينه طيب خسروا الشركة مئة مليون ما هني كمان بيتحملوا هيدا المسئولية هني بتحملوا المسئولية مسئولية مين المسئولية يعني كمان هني عاملوا انهيار البلد هلأ بيروحوا بيقعدوا عجنب بيغسلوا ويقعدوا كمان لا هلأ مستشارين يرجعوا هني يصلحوا ما معقولي واحد هو يخرب يقدر يصلح أنا برأيه ها أول شي رقم اثنين نوعية الفساد وحجم الفساد وسوق الإدارة اللي صار وانا عندي معرفة انا بتعطي شأن عام صاري من 2004 ودايما بسوق أفكاري الإصلاحية وانتي بتعرفي حضرتك اني أنا عامل خطة إصلاحات وخطة إنقاذ مالية واقتصادية متكاملة لبنان يعني اذا نرفزناها هي بتشكل خارط الطريق لأي حكومة مقبلة اذا بياخدوا ثلاثة رباعة اللي أنا مقترحه وأنا أكيد أنه حيطلعوا من الأزمة خلال خمسة سنين بس ولكن هل يوجد إرادة سياسية بالإصلاح هذه المشكلة أنا برأيه لا يوجد إرادة سياسية وكل اللي عم نشوفه وعم نشهده صرنا ستة شهور من بعد استئالة بس وللأسف عم بيحكي حتى وقت الانفجار المرفأ وتعاطي المسؤولين من الرئيس الحكومي لرئيس الجمهورية لرئيس مجلس النواب عادي جدا وكأنه شيء لم يحصل أنا بدي أسأل وهو ما عموجه شيء تجاه أي حدا بس ولكن اليوم حجم الانفجار اللي صار ما شفنا حتى حزب الله وأمين عام حزب الله حكي عن الموضوع وكأنه شي جريمي كبير يضربت لبنان وممكن يكون في عملية إرهبية من وراها وبعد تحذيرات وتهديدات لإسرائيل استبعد هيدا الخير ضغري طيب لي نشو بس ما سمعنا هيدا الخيار على تم ولا مسؤول طيب أنا بتسأل لي أنا ما عمقول أنا ما بعرف أنا ناطر ناطر التحقيق أنا ناطر كل أيتنا ناطرين وحرام في كتير ناس ناطرة نتيجة التحقيق على القليلة يخبروا الناس شو طبيعة الانفجار مشين شركات تأمين تبلش تدفع مزبوط طيب هيدا بعد مصر يعني في كتير أمور الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية عم تعطى مع الأمور وكأنه ولي رفضوا التحقيق الدولي كرمال هيك أنا برأيي حتى بخطة الخطة الاقتصادية وخطة الإصلاحات بموضوع استرجاع الأموال المنهوبة أنا مصر وموجودة بكل دقتها الخطة فيها أول شي تحويل جريمة لأنه جريمة إفلاس الدولة وسرقة المال العام وأموال المدعين هيدا جريمة ضد الإنسانية هيدا جريمة ضربت مقومات الدولة اللبنانية الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية للشعب اللبناني هيدا جريمة كبرى تعطوا فيها معها بطريقة عادية سمعتش حدا رئيس جمهورية رئيس مجلس نواب رئيس حكومي سابق أو حالي طلع وقال هيدا جريمة كبرى لكل السن كارو كل قال لا عم بحكي مش بس البور أنا عم بحكي الانهيار المالي والإفلاس ما قلت له كله نغسلوا يديونه فيش حدا من هالمسئولين فيش حدا من هالمسئولين قال لو عم يكسب لو هو يمرتكب يقول لا معكم حق هيدا جريمة كبرى ومح نقبل يوم هيدا عم تحكي عن تحقيق دولة كمان فهون أنا أنا مطالب مجلس عدلي مع لجنة تحقيق دولية الحكومة اللبنانية دعنا عرفنا دراحوا المصريات مش تدي الجنائي هو اللي بيحل هيدا الموضوع هون ما هون عم نقول نحنا بدنا مجلس عدلي تيكون في محاقق عدلي لأنه انت بتعرفي تركيبة المجلس العدلي أهم من النية بس بيشتغلوا مثل المرفق ما بدنا مرفق بس هيدا موجود بالخطة مكتوبة من ستة شهور بدنا لجنة تحقيق دولية تشكل من قبل الأمم المتحدي بتواكب عمل المحاقق العدلي انت ما بدك تتركي المحاقق العدلي وحده عم بيواجه هالطبقة السياسية اللي هي ارتكبت مشان هيك ضروري وقلا بيكون عم يتضحكوا عن الناس وانا بالخطة حتى حاطت انه رفع السرية المصرفية والحصانية عن جميع المسؤولين حاليين والسابقين اللي هن تعطوا شأن عام انت وبعدين بتبلش تعمل التحقيقات وبعدين انت مثلا اليوم وزارة المالية هي مظبوط طب ما هي وزارة المال هي موضوع شبهة مظبوط موضوع شبهة فساد عليها وعلى الوزراء اللي كانوا فيها والبدراء والناس اللي تعاقبت عوزات المال طيب هني ما ما بيحق اللهم يعملوا ويطالبوا لانه انت هالتقرير البكرة بيطلع شو بتعملي فيه بركي طلب من هيدا اللي عم يعمل التقرير الشركة التدقيق غير لنا هون وصلح لنا نو عادة بيكون في شبهات فساد بس نحن رحنا على شركة عالمية عندها مصدقية كرملة الموضوع يعني ما جينا للمحاق العدلة او لألنا لجهة قضائية لبنانية تفضل هي بحسب التدقيق رحنا جينا شركة عالمية كرملة بس انت فيك توجهي طبيعة العمل طبعا هيدا الشركة بطريقة تتناسب مع النتيجة اللي انت بتتوقع او بدك ايها فمن هون عمقول انت بما انه هيدا بدنا اول شي نعترف هي جريمة مالية كبيرة بمجرد صارة جريمة تتحول الى القضاء القضاء بمعاونة ومساعدة الجهات مثل الشرطة والامن العام وامن الدولة ومخابرات واخرية بيعملوا تحقيقات اوكي وبعدين بوجود اللجنة التحقيق الدولية بتكونوا عم تواكبهم هي عم تفرض هيدا هيبطة الدولية وبتعطي زخم كبير وبتساعد القضاء هل قد فينا نوصق بالجهات الدولية كمان هيدا الجهات الدولية ما فيها هي تسير لا في الموضوع المالي لا نحن عم نحكي انت عم تحكي ثلاث شغلات محاقة عدلة مع مجلس عدلة وانت بتاع في كيف يتكون مجلس العدلة رقم اثنين لجنة التحقيق الدولية بتكواكب وهيدا مستقلة رقم ثلاثة بتكوني انت القضاء هو عين خبراء ماليين وشركة تدقيق بتكون تحت اشراف وتتم يعني كل عمليات التدقيق بتتم تحت اشراف القضاء ما بتتم بالطريقة اللي هل عم تصير فيها انا برأي عم يضحكوا عن الناس اليوم الحكومي للأسف والطبق السياسي او المسؤولين والزعمة اللي هني اليوم بالسلطة هني عم يضحكوا عن الناس وعم يضيع وقت يعني هيدا يعني ما سخرة اللي صار بمجلس سنية بمسال رفع السرية المصرفية انه رفع السرية المصرفية كوب طبع الشغل طبعهم سنة وحصروها بالوزارات ومصرف لبنان وما حطوها ما رفع السرية المصرفية عن الأشخاص والأفراد اللي اعطلوا على السرطات طب ما انا شو يعني انا جاي من وين اصلا بالقانون يفترض هيدا الحسابات تكون حسابات عامة حسابات بالوزارات يعني مش بحاجة لقانون بلس نواب لا معيك حق هو اصلا حسب القانون المحاسب العمومي باللبنان جميع الحسابات هي مكشوفة وفي مسئولية على وزارة المال انه تعمل حساباتها كل سنة وتقدمها لديوان المحاسب وبعدين تقدم جزء من الموازنة موازنة سنوية لمجلس النيابة ما قطع حساب شو قطع حساب هذا هو اللي عم نحكي عنه ما عم يقوم بواجباتهم نفس الشي على وزارة المال الطالب من كال الهيقات والمؤسسات التابعة للدول اللبنانية تعمل نفس الشي وأنا برأيه ما عم بيصير شي اللي ما عملوه كمان أصلا التدقيق المالي الجنائي لازم يكون جزء أساسي سنوي منتل ما أنت عم تعملي تدقيق مالي يعني بيكون في جزء منه فورنسيك هذا الشغل لازم يصير لما نحنا نعمل قطع حساب وروح نعمل موازنة لو ماشي الأمور بالبلد أمور طبيعية بس ضروري كمان ما في تراكمات وضروري كمان ينعمل والنتورك هذه المنظومة بتبلش بوزارة المال بتفوت على مصرف لبنان وبعدين المصارف أنت بتعرفي الوزارات ما بيحق إلا تفتح حسابات أو إدارة الدولة بمصارف تجارية تفتح بس بمصرف لبنان فكل شي أي ترانزاكشن بيفوت بمصرف لبنان ومن هون مصرف لبنان في حسابات للمصارف للأفراد وهي دي لحدها لا ما طالت اللغز هو كل هذه المنظومة وزارة المال مصرف لبنان والبنوك مثلا اليوم كيف بديك تعرفي شو الوضع المالي للمصرف اللبناني كل يوم واحد بيطلع برقم طب أنا عملت خطة وطلعت أرقام والآخري وعملت دراستي بس هل أنا بقدر أجزم بالتحديد هالأرقام 100% صحيحة لا بس في حطها تقريبا 10% لعشرين بالمئة تقريبا بالطريقة اللي أنا قدمته ما فيك تعرفي الحقيقة ولها سبب واحد بكون عنده شركات عنديك شركة حدا الشيكك بالتاني أو في اختلاصات أو عنديك خسارات كبيرة غير مبررة أو كذا أو كذا أو بديك تصفي الشركة أو أنت رايحة تشري شركة تانية بيعملوا شي بيسمو ديو ديليجنس بالديو ديليجنس بتحللي كل الوضع المالي للشركة وهيدا شبيح بالفورانسيك أودت تتعرفي الحقيقة وإذا كل الأرقام دقيقة وصحيحة وإذا ما فيش نخبه يعني نحن رايزين نكون عندنا مصارين مصار لمؤسسات الدولة والإدارات ومصار تاني للمصارف مية بالمية أنا برأييي خلينا نحن عارفين أنه الدولة اللبنانية عليها حوالي عارفين بس بدنا نحاسبهم بدنا الناس تحاسب يعني نحن نسمينا تدقيق جنائي لأنه فيه مثل ما قلت فيه جريمة مالية ارتكبت وبالتالي بدنا الناس تحاسب بدنا نحاسب بس خلينا نقولك أنت اليوم تتعامل تديق جنائي لو وزارات الدولة وإدارة الدولة بديك سنين أنا برأيي خلينا أول شي بي وسريعة وتحددي وين الأمور فلتت ومين اللي هو مستفيد اللي بدك تعملي بتعملي تديق مالي جنائي لا بتبلشي بوزارة المال مصرف لبنان والمصارف اللبنانية هيدا الحلقة بتعملي وهو ساعتها بيبين كل شي إذا حاكم مصرف لبنان مرتكب بيبين إذا في شي كيكباكس بأي هندسات مالية بين حاكمية مصرف لبنان والمصارف وندفع أي عمولي لحدا مما صارف لبنان نتيجة أنه هو يوافق على بس ما فيني غطون بمية طريقة لا بالفورنسيك ولا بأي شكل الفورنسيك هو إعادة بتعملي سيموليشن ترجعي بتستعيدي كيف كانت الحالة بوقتها هي عم الأمور تسير يعني هيدا هو قوة الفورنسيك فورنسيك بتفوت بكل التفاصيل وكيف بيصير في جريمة بيروحوا بيمثلوا جريمة مضبوط نفس الشي جريمة مالية بتروحي بترجعي تبنيها كأنه قدامك عم تصير بنفس التوقيت بنفس الطريقة وبتقدي تعرفي مشاناك هني ما بدون بالمصارف يفترض بيقول حاكم مصرف لبنان بشباط بنا نرجع نعيد تنظيم هيدا القطاع وعم نشوف اليوم عدة محاولات من عدد مصارف لبنانية ذهب إلى إعادة تكبير رأس المال وغيرها لتضمن أنه بكرة بعد شباط يكون إلا محال هودة بيتعرضوا مع بعضهم يعني بكرة إذا راحنا على تنظيم جديد لقطاع المصارف خلاص راحوا لقبل الحسابات الأديمة ونعرف هاي المصارف لا هلأ ما في شي ما في شي راح أبدا هلأ في شي مش موجود بس راح لا في التزامات مالية على المصارف تجاه المدعين هيدا ما في يتهربوا مننا بس ولكن اللافت بس أرقام مع الورق أرقام مع الورق في شغلتين مقابلهم في عندك أنت مقابل مصريات المدعين 17 أو 18 مليار دولار وهيدا هيك عم بيقول حاكم مصر في لبنان اللي هي الاحتياطي الإلزامي الموجود بمصر في لبنان ولكن بالوقت نفسه أنت بتعرفي أنه في الدهب صحيح فيه قانون حسب الدستور اللبناني ممنوع المس فيه بس هو كمان وديع تجاه أموال المدعين رقم اثنين رقم ثلاثي بأي عملية إصلاح وأنا مقترح بعملية الإصلاح والأنقاذ المالية والاقتصادية اللي أنا طرحتها هو أنه ناخد القطاعات المهمة ونسحبها من إيد السياسيين واليوم السياسيين عم يتنتشوا وعم يتخنقوا مثل الاتصالات على الوزارات ايه فبالخطة أنا مقترح أنه نشكل أو ننشئ شركة وطنية لإستثمارة أو شركة قابضة وتحتها بتعيني فيها مجلس إدارة صحيح مجلس إدارة يعين مجلس وزراء أوكي ولكن بيكون عندها قانون داخلي ونظام كتير قوي وفيها حوكم وفيها جوارات وبتحطيها مدقيين وبدي يصير فيه فورانسيك قدد كل سنة وكذا وكذا وبتطعميها بناس أجانب 30% مقترح يكونوا رؤساء تنفيذيين أو أعضاء مجلس إدارة هؤ أجانب مش لبنانيين أجانب وحتى يضيفوا لهالمجلس إدارة التنوع والسئة والخبرات والستراتيجية والأدت والكومبلاينسيز وتحتها بتحطي كل القطاعات المنتجة من كهرباء اتصالات بور مطار نفط وغاز ريجي الكازينو وغلاء غيري هيدا إذا نعملوا بهذه الطريقة هيدا أنا بني كله على أساس شراكة بين قطاع عام وقطاع خاص بي 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 وهون ساعتها بتطرحي هيدا الأمور من منظار مناقصات بهيدا الدظام السياسي هيدا الشي اللي عم تطرحه يعني أنا عم بسحب من إيد السياسيين أنا الخطة المقترحة إذا أرروا أنه هنا يسحبوا حال بساعتها مية بالمية بس أنا مقترح اليوم بالخطة يعني أنت عم تجمع اليوم كل موارد ثروات الدولة بمؤسسة وحدة يعني مكرا الإخناءة حتصير بيمدي يستلم هيدا المؤسسة هيدا بدي يكون فيها تحت هيمكن شي خمسين شركة مم مساهمة وطنية فيهم شريك أجنبة وشريك الأجنبة ما بيجي يسرق بيجي يحافظ بيحسن الإنتاج بيحسن الخدمة بسايد الأجنبة كمان هو مرة ومرة سامحنا أول مرة وثانية مرة وثالث مرة بباري آن وباري دو وباري تروى وعملنا سادر هو كمان سامح لهم أنه يرجعوا فساد فوق فساد فوق فساد بدون محاصل وبدون إصلاحات لا للشريك الأجنبة عم نحكي فيه شركات عالمية نحن ما عم نحكي على تنقل دول هي أول شي رقم الثاني اللي جاي أنت اليوم كمان إذا بناحنا نضيف شوي هالاقتصاد أنت بتعرفين الدول اللبنانية أو بده تحاول تتفاوض مع صندوق النقد ما الخطة اللي أنا عملها أصلا ما بعرف شو بده صندوق النقد بس إذا بتقدميلوا هيا الخطة اللي أنا عملها على العمياني بوافق عليها لأنه أنا رايح أكتر من صندوق النقد بالإصلاحات اللي لازم ينعمل في لبنان وهي ضرورية ما لازم ننطر صندوق النقد أنا برأيي السياسيين لأنه ما عندهم إرادي بيعملوا أي إصلاح فهني ناطرين حدا يقلون أنه ليكون لازم تعملوا كذا وكذا وكذا تعلوا التعريف على الكهرباء تعملوا إصلاح مثلا بموضوع الكهرباء أنا طارح من صندوق نص خطة متكاملة تعتمد اللامركزية في الإنتاج والتوصيل والنقل والتوزيع والجباية وإلى آخره وحتى أكتر من هيك قلت في أنا حافظ على هادي الأشخاص اللي عندهم بالأحياء مولدات منيجي منشريهم منهم بيصيروا هني وكالي بيوصلوا وهني بيعملوا جيباية وبيعملوا صياني بالوقت نفسه بيستفيدوا ومنكون أشركنا معنا كل الناس كل الكتاع الخاص حتى بموضوع الكهرباء أنت بتعرفي أنه أنا شغلي بكتاع النفط والكهرباء والطاقة غير أنه اقتصاد وأنا مهندس اللي بدي أقوله ما في خطة استراتيجية للبنان للطاقة يعني ما في خطة استراتيجية للنفط والغاز مع الكهرباء ما أنه أنت بتعرفي أنه الفيد أو اللي أنت بحاجة لأله للكهرباء هو نفط وغاز مضبوط؟ طيب ما معقولي ما يكون فيه استراتيجية يعني أنت اليوم بعدك عم تستوردي مشتقات النفط عم تستوردي الفيول عم تستوردي المحروقات وما عندي كان عندنا مصافي أنا بتذكر أنا وصغير بترابلوس صحيح هل علقانين إذا عطانا العراق أدنخ فتخام وابننصفيهم؟ ما فينا نحن اليوم بتذكر أيام الرئيس الحريري أحد الشركات اللي أنا كنت عندي عقود معه بالخليج كان أحد مدراء الكبار من اللبناني أمريكاني واجه على لبنان وعرض على بعتقد الرئيس الحريري وكان فيه ما بتذكر مني كان وزير الطاقة المهم كانوا عرضوا أنه هني بطريقة البي او تي يعملوا إعادة أحياء للمصافي بلبنان ولكن وكانت الكلفة بوقتها حوالي مليار دولار سنة الـ 94 أو 93 ولكن صدموا بتعرفي بشو فساد وشركة أمريكانية طالبوها بدهم 10% لحتى يوقعوا معهم 10% يعني حوالي 100 مليون دولار زرنا مفال ما عاد رجع يعني أنا اللي بدي أقوله هاي دي الحالة اللي نحن فيها لها السبب نحن ما عنا يعني لو نحن نبني المصافي بوقتها بسنة الـ 94 أنت عارفي كنا عملنا كبرنا حجم الاقتصاد اللبناني أنت عارفي أنه كنا عملنا تنقول مثلا المصافي كانت كرر 120 ألف برميل باليوم كنا عملناها 240 وصدرنا على أوروبا فينا نعتبر اليوم أنه النفط على الأقل بالـ 2021 هو البقعة الضوء الباقي لنا ولا كمان بالسياسة النفط النفط هو موجود بالبحر بدون شك ولكن عندما تراجعت الأسعار والظروف سياسية كمان في شغلتين صارت خلت أنه توتال توقف يعني خلفية توقف توتال هي خلفية اقتصادية وسياسية لأنه النفط والغاز في لبنان موجود بعمق البحر وكتير غمي فهيدي مكلفة فوقت بيكون سعر البرميل النفط عشرين تتذكري من كذا شهر نزل لتحت العشرين فهيدي ما كان منيح ولكن أكيد لأسباب سياسية كمان هني وقف وهذا مزيد من الضغط على لبنان نتيجة السياسة في 2021 رح نشوف هذا الضغط بخف رح نرجع نشوف تحريك للملف النفط أنا برأيي لازم يكون فيه إعادة للعملية السياسية كلها بلبنان ما فيك يتاخذ بقى موضوع النفط واستخراجه من البحر بس بمعزل بمعزل عن الوضع السياسي اللبناني ككل يعني أنا برأيي جزء من وقف موضوع التنقيب عن النفط إله علاقة بدور حزب الله بلبنان وإله علاقة بدور حزب الله الإقليمي بالمنطقة وهو عم بيحط لبنان نشوفه المفاوضات البحرية اليوم الرئيس الجمهوري اجتمع مع الوافد رح ترجع تكمل رح يكون فيه الأمريكيين رح يرجعوا ويضغطوا أنا برأيي ما رح يصير فيه أي محادثات أو إعادة محادثات إلا بعد السلام بايدن وأنا أصلاً كنت ضيف على التليفزيون لبنان خلال الانتخابات الأمريكية ويوم أعلان النتيج وقلت بوقتها أنه ما رح يصير شيء بموضوع الحكومة لبعد السلام بايدن ولأسباب عديدة إلا علاقة أنه الرئيس الحريلي ممكن يكون عاطي بعد التطمينات أنه ما رح يدخل حزب الله بالحكومة وبالوقت نفسه عاطي تطمينات لحزب الله أنه هو بالحكومة هاي دي جزء منه وحزب الله اليوم عنده والفريق السياسي اللي هني حلفاء لقلو حكومة حسان ديب هي حكومتهم هني الجابوه من رئيسه لكامل أعضاء طيب ما قالهم مصلحة يتنازلوا عن سلطة تنفيذية بأيدن كرمال مين إرضاءا لسعد الحريري أكيد لا هني هيدا جزء من محور وإذا بتذكري من كم يوم أمين عام حزب الله طلع على التلفزيون وحكيش 3-4 ساعات وواضح حكي عن علاقة إيجابية مع الحريري حكي عن علاقة إيجابية مع الحريري ولكن كلامه تجاه السعودية والخليج كانت تصعيدة سلبة هجومة فأنتي اليوم شو بينفع أنا هوني بتسأل هل فعلا الرئيس الحريري بده يشكل حكومة هل قادر يشكل حكومة مستقلين هل إذا شكل حكومة هيقدر ياخد دعم دولي ويجيب أموال على لبنان هل هيقدر يجيب دعم عربي وانتي بتعرفي أنه بأي دعم دولي الأساس فيه بالأموال هي أموال خليجية صحيح حتى سادر جزء أكبر مظبوط وسادر جزء منه الكبير صح هو خليجي طيب أنت بتعرفي حتى لو مختلفين ببعض المحلات دول الخليج بس أنت بتعرفي وقت بيجي إلى موضوع حزب الله وموضوع لبنان هذا موضوع حساس كتير وكلهم بيتفعلين ولا مرة أصلاً وصلنا لهالقطيع العربية مثل هالأيام نحن بأسوأ حالات أنا لها السبب وخاصة أني أنا ولا مرة بحيتي اشتغلت بلبنان يعني أنا ساكن بلبنان وبسافر كل أسبوع وبرجع في خمسمائة ألف لبناني وأنا بروح كل أسبوع وعشت بالخليج ونحن يعني أنا بالنسبة لي أنا عمقي عربي يعني أنا ما عمقول أنه نحن ما بدنا علاقة جيدة مع مع إيران بالعكس بدنا علاقة جيدة مع كل الدول بس أهم شي تحافظي عن ناس لقراب لألك وبعدين بتوسعي للأسف نحن اليوم في عندنا انقصام كبير بالبلد وأنا برأي حزب الله خسر كتير كتير من التأييد وخاصا بالشارع المسيحي وخاصا بجمهور التيار وغطاني الحر أنا برأيي اليوم حزب الله نتيجة أوتو العسكرية والشعبية اللي عنده إياها داخل الطائف الشعية بعضه متماسك وأنا برأيي حتى داخل الطائف الشعية ممكن تراجع بس ولكن عند الجمهور المسيحي وعند الجمهور السنة وعند الجمهور الدرزي تراجع كتير وأنا برأيي هيدا لازم هو يعمل إعادة تقييم طبعا لأنه اليوم ما بقى فينا نكمل بهالاتجاه خلينا خطبصل علينا قصير ونعود بعد لانتحدث بلنحكي عن موضوع الدعم مصرية مصرف لبنان المليارين اللي حكي عنهم آخر شي كمان حاكم مصرف لبنان فاصل قصير ونعود للمتابعة عودة لمتابعة الحوار مع ضيف الخبير في الاقتصاد وقطاع الطاقة المهندس إدموه شماس مراجيدي أهلا وسهلا فيك يمكن 2021 أكتر شيء أكبر همحة من اللبنانيين هو موضوع رفع الدعم شو بده يصير بأسعار المحروقات بأسعار الخبز بأسعار حتى المسلة الغذائية وغيرها وتفاجأ فاجأ اللبنانيين حاكم مصرف مليارين حتى سمعنا من يومين رئيس حسان دياب قال أنا كمان تفاجأت وسمعت بهذا الشيء بالإعلام هؤل مليارين ممكن مثلا مو لبعض أرنب شال وحاكم مصرف لبنانيين من هون شوائك إذا تتذكري عم نحكي عم نحكي عم وضوع المصرف عم وضوع مصرف لبنان ما فيك تعرف الحقيقة إلا ما تعملي بدك تعرف الوضع المالي الحقيقي خاصة نقلت لك بتتعرفي الوضع المالي الحقيقي حتى تراحين بنشتي البنك لازم نعمل هاي الأودوت التديق المالي الجنائي بتتعرفي فعلا إديش في موجودات نحنا اليوم مصرف لبنان كل أسبوع بيطلع نشرف وبيحط شو عنده موجودات وشو عنده التزامات طب ولا مرة هيدا مدقق فيه أرقام بتتغير ودايما عم بتتغير يفصل رقابة على المصارف خلي أسألك أنه اليوم كيف هالصطفة بين 17-30-2019 و1 نوفمبر 2019 أموال الموديعين اللي كنا ب17 رحنا على البنك حولنا لبرا كان عندنا التزامات واسحبنا ب1 نوفمبر ما بقى في شي شو صار طب ما بنا نعرف بلا كيف بنا نعرف ما بنا نعرف هل أصحاب المصارف هربت مصرياتها المصارف يقولوا بدنا من مصرف لبنان ومصرف لبنان بقول لأ حولت له لنضغط لبنان هو كمان هون بين الاثنين الغريب وفيه يعني السخرية أنه حاكم مصرف لبنان طلع مرتين على التليفزيون وبيقول ليس لدي أموال موديعين مصبوط إني عند المصارف يعني يعني كمان أنه فيها رقم اثنين أنت بتعرفي اليوم في عنا أسعار صرف مختلفة يعني اليوم ما بقى فيك تخلي سعر صرف 1500 منه منطقة طيب اليوم اليوم اللي واحد كان مديم مليونين دولار أو عشرة أنت عارفي بيجيب من بره ثلاثة مليون دولار بيتفعل عشرة مليون طيب هذي مراحت من أموال الموديعين نظبطه هلأ فيه فوضى مالية نقدية وحاكم مصرف لبنان عم يطبع يطبع طيب عالي بس لأي متن احنا بنظل مش عارفين فعلا شو عنا موجودات بمصرف لبنان وقدام الدابعة فيه احتياطي ليه هيدا الخمود عم بيكون عطول تعالوا نحن معاودين على الفوضى معاودين أنه نحن ممنلتزم بأي معايير خاصة معايير دولية مين معاودين فيه هلأ الأمور هلأ الأد واضحة حاكم مصرف لبنان مفروض يقدم أرقام شدقية أو شفافة ما في حدا عنده سلطة حاكم مصرف لبنان للأسف حاكم مصرف لبنان بكل محبة عم أقوله بكل احترام للكل هو فيه طرفين بشكله غطاء سياسي لأله رئيس مجلس نواب ورئيس الحكومي المكلف هودي الغطاء السياسي لحاكم مصرف لبنان اليوم طبعا يعطي الرئيس المكلف هيدا الأرقام ويعطي الرئيس الفجل السينية بهالأرقام بلانين نحن حتى بهيدا التكويعات بلانين فيها بلس ممنعري اليوم نحن عم نواجه منظومة صار لحكبة لبنان 30 سنة فيه أكتر من 100 مليار الدين العام 100 مليار بس اللي اختفيوا من الاقتصاد اللبناني أكتر من 150 مليار فاليوم هودي كيف بدون يروحوا ويكشفوا كل الأوراق مش ناك أنا عم قلك انه أنا ما جاي اليوم بس اتهم واضح من ما صار الأمور انه هني ما بدون يكشفوا الحقيقة لأنه هني المسؤولين مين حاكم مصرف لبنان هو برتبة مدير عام مثل قائد الجيش هيك يفترض هيك يفترض أصلا بالخطة اللي أنا طرحها ممنوع بعد اليوم نعين أي حدا مدير عام إلا بلا فترة محددة ويلايه أربع سنين وتجدد مرة وحدة بشروط آسية لأنه ما بدنا المدير العام يضل بموقعه ويصير هو موقع للفساد وهو بييده الإدارة وهو عم يتحكم بمسار الأمور بدنا كل واحد يجي يعمل من دي تبعه أربع سنين إذا نجحوا نحن بحاجة لقلو منجدد منجدده أربع سنين أكبر شيء سيء هو التمديد لحاكم مصرف لبنان أكبر شيء لدعم أستاذ أدمو أنا أم تسألينك أنا شخص أنا بمفهومي الاقتصادي وأنا مع الاقتصاد الحر أنا مع المبادرة الفردية فأنا من هالمنطلق أنا من أول يوم ضد العجز ضد الدعم لأن الدعم أول شيء شو معنى الدعم أنت بدي يكون عندك بالموازنة السنوية أموال مخصصة ليصرفها بطريقة معينة هي للدعم هل الحكومي عاملي هيك؟ أكيد لا هل عملت هيك قبل؟ أكيد لا هل يلعبون بتعرفي عشو على سعر صرف مسبتين سعر الصرف على 1500 مع أنه من من مسئولية حاكم مصرف لبنان يقرر هو إذا فيه دعم ولا لا هل تكون سياسي حكومي سبطة سياسية ومبنية على موازنة وموازنة هو نطرهم مش نطرين عمل حكومي وموازنة تصدق بالمجلس النيابي فأنا اليوم مثلا بموضوع البنزين أنت عارف اليوم أنه البنزين سعر التنكي 10 دولار 80 ألف ليرة هي لازم تكون تقريبا حوالي بين 60 و 80 ألف ليرة هم بيبعوها 25 ألف طيب مثل الترباة وعم يتهرب وعم يستفيدوا من السياسيين أنت بتعرفي مين كارتل عزيم بديل الدعم شو أوكي بديل الدعم رح نشيل الدعم لأنه عم يتهرب ولأنه عم يستفيد مننا ناس ما لازم تستفيد منه كل هور صار له 20 سنة وأكتر عزيم صلنا لمرحلة ما بقى معنا مثل قبل يعني اليوم أنت واحد نعم تحكي لما تكون أنت رئيس شركة وصلت لمرحلة موجوداتك قلت مضطر أنك تتعافف موش موجوداتك موجودات غيرك عم تسفين من النور موجودات غير اللي عندي عم تسفين هذي مصرياتنا عم يسفين من النور عزيم اليوم بحل عن تبعنشو نترك الناس هيك لمصيرة لا ما بناء تركو أنا قلت أنه اليوم وقتل نحنا بنرفع الدعم عن البنزين إذا أخذني لواحده عندك مليارين ونص دولار هذي الكلفة اللي عم ندفع تقريبا يمكن ثلاثة مليار عزيم والمواطن شو بتعملي بتجيبي بتحطي بتوصفي مثلا الجيش أو مؤسسة محترمة موسوقة مساعدات مش مساعدات بتعملي إعلان أنه الي هو محتاج بيقدم الوراق معينة بيتم درسه بطريقة مهنية بطريقة عادلة أنا قدرت إذا بدنا نعطي تنقول مليون ليرة لـ 250 ألف عائلة ما بيكلف 250 مليون بتكوني أنت وفرتي ناس عنده ثقة أنه عن جد تصل لمساعدة للناس المحتاجة لاحظة إيه ليش لا لأنه أنت بتقدمي كل الدوسية تبعيك إيه ويكون نص مليون واحد ما في مشكلة هاي دي نص مليار دولار مش أحسن نصرف نص مليون دولار ونعطي مليون ليرة لكل عائلة من أنه ينسرقوا مليارين ونص ها أول شي تانيا أنت بتاخدي مليون ليرة وأنت محتاجة أنت بتقدري إذا بديك تشري تانكة بنزين ولا بديك تشري دواء أو بديك تروي على السوفر ماركت تشري أكل فيهم ومين بحدد المعايير مين هوا محتاجوا ومين لا يعني اليوم حتى الموظف اللي معاشوا صار مليونين ليرة هيدا محتاجوا ولا لا إذا بدك تعمله تانكة البنزين 60 ألف وعلبة الدواء 20 و30 ألف أبسط الدواء نحن كنا عايشين بوضع غير طبيعي بتثبيت سعر عزيز بس أنت ما فيك تشيل واحد من محل تتكبه في مرحلة انتقالية إذا بتتذكري بألفان وثمانية أو ألفان وتسعة أو ألفان وعشرة وصل سعر برميل النفط كان معدله بين 100 إلى 120 دولار بتذكر تانكة البنزين صارت فوق 50 ألف عزيز بس أديك نسبة النمو عندك وصل وقتها في مرحلة لستة وسبعة بالمئة مظبوط بس أنا اللي بدي أقوله أنت العية الفقيرة يعني مثلا الناس اللي عم تستفيد من البنزين والمحروقات هني التجار الكبار اللي عم بيهربوهم وعم يستفيدوا وسيسيين وفي ناس مثلا مرتاحة أنا مثلا مفروق معي يعني أنا ما عندي مشكلة إذا كان حقه 60 ألف فمعل شي بس حرام واحد يدفع 60 ألف وما عم تأمن له بديل وما عم تأمن له بديل فأنا مع البديل ليس بس محروقات عم نحكيه عنه هو بدي يطالب المحروقات وبالدوى وبالأكل هلأ بالدوى أنا مع أبقاء بعض الأدوية بعض الأدوية الأساسية مدعومة هلأ فيها ندعم نقول بدنا ندعمها على أنا مثلا مع تثبيت سعب الصرف حطتها بالخطة من 6 شهور على 4000 أوكي على القليلي هون هيد الإيميل الفعلي الحقيقي برأيك أو هون كمان بيضل مصرف لبنين بدي يتكبط خسائر لتعويض النقاط هون شوف إذا ما بنعمل إصلاحات شو متسبتي بتكوني عم تغطي الفرق بدك تعملي إصلاحات أساسية أنا هاي الخطة مقبل حركة نمو ساعتها ممكن مئة بالمئة وهون اللي حكينا هلأ من شوي إذا نحنا منطبق الإصلاحات ومش بس إصلاحات البنك الدولي أو صندوق النقد إصلاحات نحنا مقامنين فيها لازم تكون مش إنه بس هني طلبوا منا يعني مثلا اليوم المبادرة الفرنسية طالبي بعض الأمور أوكي منهم مثلا عينوا مجلس إدارة أو هيئة نظمة طيب عن جد ما كانوا معينين هيئات نظمة قبل ما كانوا معينين مجلس إدارة شو طلع منهم مش فشل أنا مني مع أنه الدولي الدولي هي مشغل سيئ وإداري سيئ للخطاعات كما ليك مش مفروض نروح على حلول مؤقتة ما بدنا نروح على شيء الدولي اللبناني والسياسيين خلفهم عم يسرقوهم عم ينهبوهم أو عم بيجيبوا أتباعهم أو صارت هيد المؤسسات بس وسيلة للتوظيف أنا بالخطة مع قطع للنص حجم القطاع العام للنص ونروح على سياسي إلا علاقة بالشراكة بين قطاعهم وقطاع خاص ما بقى فينا نكمل هلأ بتقوليلي هيدا الحل الأفضل للبنان هيدا الحل الوحيد المتوفر لأنه اليوم وقت بتجيبي معك شريك وبتعملي شركات مساهمة وطنية وفيها مسائلة محاسبة والناس هيئة إلا أسهم بهو الشركات لا ما رح تسمح لحدا يمد إيده عليها ويسرقه ساعة بيكون في شفافية أكيد طيب أولا نبلش بكل هول بدنا حكومة لحد هلأ يبدو أنه ما في أمل وحتى إذا تشكلت حكومية يبدو أنه رح هنا حكومة بتشبه الحكومات السابقة من الواضح وللأسف أنه الرئيس الحريري هو جزء من المشكلة مثله مثل الرئيس الجمهوري مثله مثل الرئيس مجلس نيابي هو ما عم بحاول أنه يقدم حكومة ما عم قلت لك الناس وقت اللي نزلت بـ 17-20 على الشوارع إلى الشوارع طالبت بمين؟ مستقلين لا طالبت أنه كلهم يسقطوا مظبوط ومنهم رئيس الحريري ومنهم رئيس المجلس ومنهم رئيس جمهورية هلأ بغض النظر إذا طبيعة المطالب مظبوطة ولا غير مظبوطة ولكن الناس تعبت الناس كالقلبة من هالطبقة السياسية الفاسدي فاليوم رجع الرئيس الحريري يكلف حاله مظبوط هو يكلف حاله أعلن أنه أنا رئيس طبيعي وكلفه لخطة أنقذية أنا مثلا مع رئيس مستقل أنا ما عندي شي شخصي نغلبنا الرئيس الدياب مستقل لا رئيس الدياب منه مستقل يسموه بالنهاية بقدو يسموه هودد هيدا الأحزاب بس هو شخصية مستقلة بديك تجيبي شخص أول شي مستقل بمعنى الكلمة مدعم دوليا بدي يكون مستقل بكل معنى الكلمة وعنده دعم دولة أنا مستقل عظيم دعم دولة بس أنا مستقل وعندي شخصيتي وما حدا بيمون علي أوكي جابه شخص أكاديمي معلش ما احترامي لرئيس الدياب جابه شخص أكاديمي المشكلة اللي كانت بالأداء أو مش اللي كان فيه هيدا الحصار السياسي الاقتصاد هلأ أكيد في حصار سياسي واللي هو مستمر مع أي حكومة في حصار سياسي كان عن رئيس الدياب أولا خلينا نبلش خيار خاطئ رئيس الدياب لا يمتلك مقومات القائد لمرحلة انقاذ لبنان لا عنده خبرة عالمية لأنه كان رئيس تنفيذي ما بيعرف بالاقتصاد ما بيعرف بالمال هو استجامعي أكاديمي ما احترامي لقلو بس كان خيار تماني أدار والسنائي الشيعي يجيبوا هذا الشخص هني هكي يبدون بلا بلا انطرح نحنا اليوم كنا في الشوارع وفي كتير ناس كانوا مؤيدين للثورة وعلى الأرض وفي ناس لا في ناس مرتبين باللبنان وباللبنان وبرات لبنان هني بيقدر يكونوا رؤساء التنفيذيين أو رؤساء حكومات وناشعين بس أهم شي مش تنشر الحصار السياسي ما بدنا رئيس مدعوم دوليا بدنا رئيس مدعوم دوليا طبعا بس هيدا مش كافي الرئيس الحريري اليوم عنده دعم فرنسي وممكن يكون عنده دعم أو تأييد روسي هل هيدا كافي؟ إدارة الأمريكية الجديدة رح تعطي هيدا الدعم للرئيس الحريري بدنا نشوف تركيبة الحكومة بدنا نشوف مسار الأمور لأنه تشكيل الحكومة في لبنان منه موضوع بس داخلي حتى لو اتفق الرئيس الحريري مع الرئيس عون على التشكيلة يعني رح ننطر بايدن يرجع يفتح الحوار مع إيران أكيد كله للأسف متوقف على المشاورات والمباحثات والمفاوضات الأمريكية الإيرانية ومن ضمنه لبنان لأنه لبنان أهميته بالنسبة لأمريكا هو شو؟ إسرائيل حدودها والنف والغاز مصبوط ولها سبب حزب الله وسلاحه وتهديده لإسرائيل هو جزء من هالمنظومة اللي بتشكل خطر على إسرائيل من هون اهتمام أمريكا بلبنان يعني إذا تسهلت الأمور بين بايدن والإيرانيين منشوف تسهيل أنا متفائل ومشوف نوعا ما إعادة تحريك اقتصادي أنا متفائل وقلت من ست شهور أنه أنا شايف أنه ربيع 2021 حتكون بداية انطلاء مرحلة الإنقاذ والتعافي في لبنان وأنا متوقع أنه في قيادات سوف ترحل بالقريب يعني بعد سنة أو أكتر شوي وحيكون في مرحلة جديدة وحيكون في لبناني لحزب الله ودوره بالمعادلة اللبنانية يعني إن شاء الله هيك من كنا نعطينا بصمة تفائلية بالـ 2021 أنه لللبنانيين نكون عندهم بعد أنا متفائل وإلا لو أنا من متفائل ما بقيت بلبنان أنا بعدني متفائل مع كل الصعوبات اللي عم نواجهها لها السبب أنا مقتنع بهذه النظرية وبهذا التحليل الستاتيجي اللي هلأ قلت لك أنا كاتبه على تويتر تبعي بشهر تموز 2020 يعني أنا مسؤول عن كلامي اللي قلته بعز الأزمة بعز الأزمة فأنا ما في يكون إلا متفائل ما في خيار أمام اللبنانيين حتى الطبقة السياسية اللي هي متورطة بالفساد ما عندها خيار إلا هي الإصلاح صحيح ونحنا كلبنانيين ما عندنا خيار إلا الأمل هو السلاح الوحيد اللي بدأ نكف فيه بالـ 2021 بدأ عاية كل اللبنانيين إن شاء الله سنة 2021 ما بتشبه أبداً لـ 2020 وتكون سنة أمل وخير وتفائل وشوية بحبوحة وأكيد طموحات اللبنانيين صارت كتير محدودة بشوية كهرباء شوية ماء لقمة وعيش كريم للأسف يعني هذو يفترض يكونوا من المسلمات بعدنا بالـ 2021 عام نتالف فيون شكراً للمتابعة كل عام وأنتم بخير وإلى اللقاء شكراً للمشاهدة